حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم العربي بيت للكل هناك من يتركها أثر لو قلب تنظارنا الصور وهناك من يبحث عن شبيه بالحرف بالميدان بالوتر وهنا نحن اليوم من خلال برنامجنا العربي بيت للكل نتواجد في عراق العراقة والحضارة والأصالة والثقافة والفنون خلوني قبل ما نبدأ بمحور حلقتنا لهذا اليوم مرحب مو بضيوف برنامج بيت للكل هم أهل العراق زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل الدكتورة لنا والأستاذ خالد والأستاذ شافكي مساء الخير عليكم نورينا مساء النوري أخوة اليوم في بغداد والعراق وخاصة نحن نتواجد اليوم في القصر العباسي هذا القصر اللي شمر رأحة عبق التاريخ وكل الأشياء القديمة اللي موجودة داخله هذا اللي يذكر التاريخ بأنه في وقت الناصر لدين الله يعتقد البعض بأنه قصر والبعض الآخر يعتقد بأنه مدرسة كانت للمدرسة لدراسة الفقه الشافعي فكل هذا القدم اللي الشاهدوه عبارة عن لوحات تشكيلية وأقواس بغدادية بالإضافة إلى جماليات هذا المكان اللي راح ترككم من خلال برنامج جنيه بيت للكل يعني كان الإمام الشافعي هنا؟ الدراسة من خلال الفقه في هذا طبعاً يعتبر بوجود محراب واحد في باقي المدارسة ذات عددت أكثر من محراب تدرس بالفقه الجعفري والشافعي والحمبلي وكل الأشياء لكن في هذا المكان حسب التاريخ يوثق بأنه كانت للمدرسة الشافعية نعم نعم يعني أحمد أولاً شكراً لهذه التجهيزات والتحضيرات اللي واضح وأكيد المشاهدين لامسينه أنه كم هذا الليوكيشن عم بيعطي العبق والحضارة والتجهيزات اللي مجهزينها هذا المكان عندما نتحدث عن العراق نتحدث عن الشموخ يا أحمد وعندما نتحدث عن شعب صامد وشعب لديه إرادة قوية فإننا نتحدث عن العراقيين فتحية لكل أهل العراق من هذا المكان الرائع اللي في عبق التاريخ والحضارة فمنتمنى إن شاء الله أكيد اليوم راح تكون حلقة مميزة من بيت لك إن شاء الله وجودكم إن شاء الله يعني ابتداد لما قالت ولنا سحر المكان طغى على سحر اللغة مع كامل محبتنا لمعدنا الجميل صاحب اللغة العالية لكن حون ونحن في حضرة المكان المغرق بالرمزية العالية سندعو المكان الليلة يبوح بمكنوناته من هنا من الأرض الرافدين حيث الحضارات الأولى والرسالات الأولى نبرق لكل مشاهدينا في الوطن العربي ونقول لهم مساء الخير مساء النور الحقيقة يمكن والزملاء يتحدثون العين لازم تجوب كل هذا المكان خلينا نقول لكل مشاهدينا في كل مكان إذا كنا نذكر بأننا في أرض الكنانة ومع هذا التاريخ عندما تدخل إلى هذا المكان اللي أخذ منه الأدب وأخذ الكثير كي يكتب منه ولكن ها هو التاريخ يحكي وسيظل التاريخ يحكي وإذا غابت الكثير من الحقائق تظل الحجر يحكي عن تاريخ كان هنا عظيما كريما مليء بالثقافة والحضارة والفنون والفقه والمذاهب المختلفة زي ما حكيت يعني أنا أشعر وكأن سيأتي الشفعي والحمبلي وكل من كان كأن الأصوات مزالت موجودة خلونا نبدأ هذه الحلقة الكريمة المكان حقيقي باتفق جدا مع خالد وبحييه اللي بينضم معنا النهاردة في أسرة مزعين بيت للكل منور من أرض فستين أستاذ خالد العظيم اللي أيضا له ركن كبير في البرنامج وسنبدأ لأن إحنا أمام هذا المكان الجميل وهذا العرب الحقيقة مش عايزين نتكلم إحنا عايزين ندي الفرسة لأحمد يحقل ويقول ونبدأ معا طبعا أنا أشكركم على كل الكلمات اللي قلتوها بحق العراق حقيقة العرب اللي هم عزة خاصة بالنسبة للعراق من كان على صعيد أردن النشامة أو فلسطين هذه الأرض المباركة المعطاءة بكل تفصيلاتها وجماليات الحياة اللي دائما دعواتنا كعرب هي قضيتنا الأهم وأيضا مصر الحضارة والفنون والثقافة اللي رفدت العالم العربي بالكثير من التفصيلات المهمة اللي هذا الامتزاج العربي الحقيقي بين هذه البلدان وهذا البرنامج اللي يمثل يعني إضاءة مهمة للوحدة العربية خلونا آنوا ياكم نستمتع بقليل من التفصيلات خاصة بمحور حلقتنا لهذا اليوم من خلال سحر هذا المكان اللي الزملاء تحدثوا به عن تاريخ وعبق وكثير من التفصيلات المهمة نشاهد سحر هذا المكان